اشتركوا في القناة وفي ضوء التقل الكبير الذي تتمتع به ومكانتها الكبيرة لدى شعوب الدول العربية وقد شاد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بالتجربة البرلمانية للبحرين مؤكدا أنها من التجارب الديمقراطية الرائدة في المنطقة مثمنا المبادئ الراسخة التي أرساها جلالة الملك المفدى من أجل تعزيز العمل البرلماني وتطوير أدواته وآلياته ووقع رئيس البرلمان العربي مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على اتفاقية تعاون مشترك بهدف الاطلاع بأنشطة ومبادرات برلمانية مشتركة وتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشتركة